ديب ويب ديب ويب كمجال هو واحد المجال الذي يرتع فيه فقط المجرمين يعني إذا تدخل ديب ويب لا تريد أن تتعلم شيئا أو لا ستطلق مع نصبة لماذا ديب ويب مرتع للمجرمين ومرتع لدينا نصبة يعني ما لديك ما تدير فيها أصلا اللهم إلاك أنت واحد الشخص الذي تبحث في البيضوفيليا أو ذلك لماذا؟ لأنه أصلا في الديب ويب الهوية غير معروفة يعني الشرطة لهذا تقدروا يعرفوك وهما تقدروا يعرفوك إنت لقى أنت يدروا بحل شيء مصائد ديب ويب باش يقدروا يعرفو الناس كذلك العملية اللي بيع و الشراء اللي كنتمها كنتمها عن طريق عملات رقمية العملات الرقمية المشفرة ما تعطيناش لهوية ديال الأشخاص ديالها يعني أنت مثلا يمشيتي شريتي شيء حاجة ما شريتي بباسبور مزور يقدر السيد ما هي صفتلك ويلو وانت غادي تقول لأنه هذا كل فلوس اللي خلاصته أصلا أولا شبتي تطلب الريفان في ديب ويب لا تطلب من عنده الريفان يعني مسألة ديال الديب ويب وهو الدجرة اللي مدورة على الديب ويب هو في لأننا للاسف نحن هنا في المغرب المغرب ليس مراقب بشكل مثلا في أوروبا أو لا لأنه مثلا في أوروبا أو أمريكا يكفي كأنك تحمل أي شيء طورينت تتصفت لك شركة لاتصال تتصفت لك ميساج بالمارك تتصفت لك شركة لانطورين وتتخلص لامون فلان فلان وتتكرر المسألة تقدر توصل للعقوبة الحبسية نحن في المغرب لا يعني شيء هذا من جهة كذلك المواقع الإباحية نحن في المغرب تدخل في أمام بغيتي تخرج في أمام بغيتي لا يوجد مشكلة يقدروا إلى القاوكرا لا يوجد مشكلة عندهم كذلك متجرة في الدراكس نحن لا يوجد متجرة في الدراكس نحن الناس يمشيوا بعض المعروفة يمشي تقدر و يجي حنوبة نحن لا يوجد هذا هذه المسألة يجعل الناس يمشي الدراكويب لا يوجد مواقع تتكومينيكا و بيناتهم يعني تعرف أن هذا الموقع لا يوجد مشكلة أما مسألة أنك جاني المال الدراكويب كذلك الناس يمشيوا كينين مثلا تغارات أمنية تكون أخطر لا بحال لا بحال حال تغارات الأمنية التي تكون في الدراكويب هذه تغارات الأمنية التي تكون في الدراكويب هي تغارات ممكن أنها تكون تغارات خاصة بعض الهاكرز يعني أنا مثلا تلقى تغارات في العظمى أنني نعطيها عند شركة ديال يعطيها الفيسبوك و تعطيني عشاط المليون سأبدأ نبيعها في الدراكويب و سأبيعها في الدراكويب و سأبيعها في الدراكويب و سأبيعها في الدراكويب يعني هذه التغارات المتقديمة تستطيع القاومة في الدراكويب ولكن لا يوجد من أي مكان لأنها تستطيع المتصابة وتشير تغارات و لا تعمل لك و لذلك المؤسسات و المنظمة الحكومية تستطيع التعامل مع هذه المواقع و تشير تغارات بشكل مهمة واتف دكية أو لا و قمت بسيسات الحكومية ذلك لن تحضر لا يمكن عدد هذه الأساسية الديد الديد في الدراكويب عبارة على شبكة و هي دراكيب و هي الأساسية و هي الأساسية و هي أخبرها دعائم و تربية موعدة و يتمكن في الدراكويب و لا تدعلك الديد لا تعرف ديال منه وتكون هو ديالهم وكيجيه وما تبدو يصاده بحال المسألة في السيكوريات نقوله الهانيبوت ما هو هو عبارة على واحد من نظام كتخيه وكتخلي الهكر كيجيه على أساس انهم بغوي هاكيو فبالتالي كتشد المعلومات ديالهم وتتقدر انك تتابعهم المسألة ما عنداش علاقة مثلا ندروكين إما إما أندرويد ولا آيوس طبعا في الحال كيبقى آيوس أفضلهم حماية تقول أفضلهم حماية را تقول كذلك واحد المقولة بلغة الإنجليزية تقولك لا يوجد مجموعة من الأمور لأنك تتبع بأيفون لا تدير المصيب غيرها غير مثلا تقنيا لاندرويد تبقى أقل حماية من الأيفون فقط هناك مجموعة من الأمور في بنية النظام بنية النظام تشغيل الطريقة يعني الموافقة على التطبيقات تتخدم الصلاحيات إلى غير ذلك اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريد إلكتروني وطني شامل ومستقل ترجمة نانسي قنقر